خليفة أنا أعرف إن أنت عايز تكمل في الموضوع والشامة باعي هتكلم تأكيداً إيه الأرقام بتقول إيه في النقطة دي محمد تكلم في النقطتين مهمين بتثبتهم الأرقام فكرة قدرة وساب على تحويل الفرص لأهداف الطبيعي لو بنبص الأهداف لعيب خط وسط مثلاً بيسدد كتير زي إمام عشور زي زيزو ممكن تلاقي إيه الأهداف اللي هو يسجلها أكتر من الأهداف المتوقعة لأنه بيسجل من مناطق أحياناً بيعيد عن منطقة الجزاء فالأهداف المتوقعة لها أقل إنما دايماً بيبص على مهاجمين بتلاقي أن الأهداف اللي يسجلها أقل من الأهداف المتوقعة يعني دايماً المهاجم الكويس عادي يبقى متوقع يسجل مثلاً 18 جون هو مسجل 15 جون صحيح وسام من غير ماتش النهاردة لأن الإحصائية دي كنت محضرها قبل ماتش النهاردة ما لحقتش يعني فيه ساعات الموقع ما لحقتش يعمل أبضيت بس هيأكد على النقطة دي قبل ماتش النهاردة كان وسام مسجل 15 هدف عموماً مع الأهلي في كل البطولات اللي لعبها من ساعة مجيل أهلي وكان متوقع يسجل 12 هدف ونص يعني هو مسجل أكتر من أهداف على فكرة من فكرة أنه مسجل أربع أهداف من ضربات الجزاء ومسجل بيسجل عموماً من حدود موقعات الجزاء عكس اللعيب زي أبو تلك لو أنت جيت لعيب بيسادل من خط النص فده ساعات ممكن يعليله الأهداف اللي يسجل حقيقي قطر أكتر من أهداف متوقع بس ده معناه أنه وسام فعلاً عنده خدرة على أنه هو كل فرصة أو أغلب الفرص فعلاً بيقدر يحولها الأهداف نشوف شوية أرقام ليه حتى تأكد النقطة دي والنقطة التانية أنه شامل بقى في صناعة اللعب لا مش الصورة دي أنا أتكلم على وسام أنا عايز أروح لسورة وسام هم سورتين لوسام اللي هو آخر حاجة أنه هو شامل شامل في إيه بقى نقطة تنوع طرق التسجيل وكمان بيساعد جداً في صناعة الفرص لزميله وما بيكتفيش بدوره بس ده وسام حبص هنا الأهداف المسجلة كانت 15 من أهداف متوقع حوالي 13 زي ما أقول لو دي خصائية لعبي خط نص كتحلك عادي بيسدد كتير من بره إنما للعيب وعلى فكرة ما شدخل فيها النهاردة يعني لو النهاردة هتلاقي بقى الأهداف زادت على الأهداف متوقع كمان لأنه منهم هدف سجل من ضربة سابتة فده هيزود بكتير فده لعيب بيسجل غالباً من داخل منطقة الجزاء فمعنى كده أنه معدل تحويله للأهداف عالي جداً اللي يزيد عليه إيه بقى اللي أكد عليه كلام محمد إنه هو المحاولات النكحة بتاعت 21 محاولة وهو مسجل 15 هدف فده برضو نسبة عالية إنه ما من 21 محاولة نكحة بين التلات خشبات بالمعنى الصحيح مسجل 15 ده نسبة عالية وبدأ في كل المحاولات اللي محاولة اللي هي 40 هدف 40 محاولة سجل 15 معنى كانوا بيحتاج فعلاً زي محمد قال محاولتين وتلتين يعني بين الاتنين والتلاتة عشان يسجل هدف ومن ضمن المحاولات النكحة بقى اللي بين التلات خشبات كل محاولتين نكحة يعني كله بحاوله نص بيسجل يعني ما بيشود عالجوم بتبقى غالباً الكرة صعبة على حارس المرمى عمل أربع أسستات منهم طبعاً كانت الحصول على ضربات جزاء من غير ضربة النهاردة الكيباسيس كمان دي بقى الكيباسيس دي مهمة كمان دي مش الأسست دي الكيباس اللي هو أحياناً بيمرر التمرير مقابل الأسست بعد كده هو بيعمل اللينك أب هايل مع زميله كمان وسام بتميز أنا بعديه ممكن أقولها لك شفتها في الملعب بعيني كنت في مطش الزمالك والأهل بتاع الدور الأول اللي الزمالك فاس فيه لكن كان مودست بلعب أغلب اللقاء الشرط الأولاني كان دفاع الزمالك بيطلع بالكرة بمنتهى الرحلة كريم بدون أي ضغط وسام شارس جداً في نقطة الضغط على المدافعين ودي نقطة التميز نجي للصورة التانية اللي معنا في وسام هتأكد النقطة بتاعت بيسجل طبعاً هنا معظم أهدافه أقوى برجله اليمين لكن قادر أنه يسجل برجله الشمال وقادر أنه يسجل بالهد دي نسبة هدفين برجله الشمال وهدفين برجله اليمين وبقى أهدافه برجله وهدفين برجله الشمال وهدفين بالهد وقادر أنه يسجل بالتنوع نجي بقى لحاجة مهمة جداً توقيت أهدافه اللي هي حتة بتاعت التأكيد على ليقته كمان اللي هو طبعاً بداية اللقاء أهدافه ما جابش ما سجلش في ساحات اللقاء لأن لها سببين وسام أول ما جاء الأهلي ما كانش بيبدأ أساسي على طول طول المتشاط فممكن عدد الدائل كان بيشارك فيها في الشروط الأول ما كانش كبير بلص الأهلي أصلاً ما بيسجلش في بداية اللقاء قوي مش من النوع يعني الأهلي بعد كده بيسجل بعد كده وسام أكبر عدد من الأهداف سجله كان بداية 76 بداية 90 دي برضو بتدلك على أنه هو قادر يفنش الجيم كويس فكرة الباور والطاقة البدنية عنده ما بتقلش فدي تأكيد على أنه هو شامل فعلاً وكانت النقطة اللي كانت تلقص الأهلي كثيراً